السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الأعداد من صفر إلى 199 الجمع بالاحتفاظ ومن دونه إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً مجموع عددين كل منهما عقد 30 زائد 80 يساوي 110 أستحضر أنجز العمليات التالية 36 زائد 49 يساوي 85 بالاعتماد على جدول الأحادي والعشرات سنقوم بحل هذه العمليات 6 زائد 9 يساوي 15 نكتب 5 ونحتفظ بالواحد ونضيفه لناتج جمع ثلاثة مع أربعة لتصبح النتيجة 85 82 زائد 58 يساوي 90 2 مع ثمانية يساوي 10 نكتب صفر ونحتفظ بالواحد ثم نضيفه على ناتج ثلاثة مع خمسة لتصبح النتيجة النهائية 90 79 زائد 13 يساوي 92 9 زائد 3 يساوي 12 نكتب 2 ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع سبعة مع واحد لنتحصل على نتيجة تساوي 92 أتدرب أولاً أتأمل الرسم وأنجز العملية 5 زائد 3 يساوي 8 6 زائد 5 يساوي 11 إذن النتيجة تساوي 118 ثانياً أنجز العمليات التالية 6 مع خمسة يساوي 11 نكتب واحد في خانة الأحد ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد مع أربعة مع ثمانية يساوي 13 نكتب ثلاثة في خانة العشرات ونحتفظ بالواحد في خانة المئات لتصبح النتيجة 131 8 مع ثلاثة يساوي 11 نكتب واحد في خانة الأحد ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد زائد سبعة زائد خمسة يساوي 13 نكتب ثلاثة في خانة العشرات ونحتفظ بالواحد في خانة المئات لتصبح النتيجة 131 9 مع واحد يساوي 10 نكتب صفر في خانة الأحد ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد زائد اثنان زائد ستة يساوي تسعة نكتبها في خانة العشرات إذن النتيجة هي 190 ثالثاً أتم تعمير كل جدول بما يناسب أوظف أولاً لتجميل حيهم غرس أطفال نادي البيئة تسعة وثلاثين شجرة في الحديقة ومائة وخمسة عشرة شجرة على حفتي الشارع الكبير وستة وثلاثين شجرة على حفتي الشارع الصغير أولاً أحسب عدد الأشجار التي غرسها الأطفال على جانبي الشارعين عدد الأشجار التي غرسها الأطفال على جانبي الشارعين مائة وخمسة عشر زائد ستة وثلاثين خمسة زائد ستة يساوي إحدى عشر نكتب واحد في خانة الأحد ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد زائد واحد زائد ثلاثة يساوي خمسة نكتبها في خانة العشرات لتصبح النتيجة مائة وواحد وخمسون ثانياً أحسب عدد الأشجار التي غرسها الأطفال عدد الأشجار التي غرسها الأطفال تسعة وثلاثون زائد مائة وواحد وخمسون تسعة مع واحد يساوي عشر نكتب صفر في خانة الآحد ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد مع ثلاثة مع خمسة يساوي تسعة نكتبها في خانة العشرات لنتحصل على نتيجة تساوي مائة وتسعون ثانياً هذه المسافات التي قطعها محمد ومريم ويحيا في حصة التربية البدنية خلال فترة الإحماء أولاً أبحث عن طول المسافة التي قطعها يحيا طول المسافة التي قطعها يحيا تسعة وثمانون ناقص اثنى عشر يساوي سبعة وسبعون متراً ثانياً أحسب طول المسافة التي قطعتها مريم طول المسافة التي قطعتها مريم تسعة وثمانون زائد سبعة وعشر يساوي مائة وستة عشرة متراً ثالثاً أرتب المسافات المقطوعة تصاعدياً سبعة وسبعون أصغر من تسعة وثمانون أصغر من مائة وستة عشر أقيم نظمت مدرستنا رحلة شارك فيها تلاميذ السنة الثانية وتلاميذ السنة الثالثة عددهم مبين بالجدول التالي أتم تعمير الجدول بما يناسب ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة